خسائر فادحة بسبب قرار موريطانيا رفع الظرائب على الخضر المغربية بسبب قرار رفع موريطانيا الظرائب على الخضر المغربية تقدر الخسائر اليومية بمبلغ 1 مليون درهم ويأتي ذلك بعد انخفاض حجم الصادرات المغربية إلى موريطانيا بنسبة تزيد عن 50% منذ تفعيل هذا القرار وفقا لما نقلته صحيفة الإيكونوميست كانت الشحنات اليومية المتجهة إلى موريطانيا تزيد عن 900 طن يوميا من الخضار والحمضيات في فترة ليست ببعيدة إلا أن العديد من المصدرين قرروا تعليق شحناتهم وتوجيهها نحو السوق الوطنية بعد تنفيذ هذا القرار وكالت الحكومة قد أعلنت في فبراير من العام الماضي تعليق تصدير البصل والبطاطس إلى البلدان الأفريقية بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية آنذاك ويرى العديد من التجار أن السلطات المريطانية استغلت هذا الوضع لرفع الرسوم الجمركية على منتجات المغرب بهدف تقليل تنافسها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة